كابتن تامر دايماً يا لحيا في المباراة اللي زي دي أتكلم دايماً على الضغط العصبي الضغط العصبي الله يكون فؤون كابتن رضا شحاتا أولاً هو ماشي بصورة جيدة في الدوري الممتاز صحيح لسه راجع من خسارة قدام الزمالك فهو بين نارين نار إن أنا أخذ المسألة جد مية في المية وما بين إن أنا رايح جزء من اللعيبة اللي قد تكون معرضة لإرهاق خاصة إن إحنا ضغط الدوري وما بين إن أنا زي ما بقولك أخذ المسألة جد مية في المية لإن بعد اللي حصل مبارح لما كفر الشيخ يتيح بفارقه صحيح في ديئة 83 برا كاس مصر دي تخلي الناس كلها تبدأ تخاف تخافات مختلفة بالضبط طبع والضغط العصبي دايماً هيبقى على كابتن رضا شحاتا أو دايماً عاود نفسك الضغط العصبي هيبقى على أي فرقة هي اللي في الممتاز مش الضغط العصبي على الفرقة اللي في الكسبتاني قلت لي الجملة دي في مطش المؤولين ومصرية لتصلاته قلت لي الضغط هيبقى أكبر على المؤولين الأول قبل ما جاوبك حصل أو لا ما حصلش حصل أنا عشان كابي أسألك ليه؟ إيه الفكر إن الضغط بيبقى أكبر على فرقة ممتاز مع إنه جاي بيلعب دوري ممتاز والمفروض يبقى أكبر الإجابة منتهى البساطة يا إحيا النهاردة الجونة لو طلعت أطحت ببنها هل حد هيكتب في المنشتات أو في الإعلام هيقول مفاجأة؟ بسألك حد هيقول مفاجأة؟ مش هيقول مفاجأة لكن لو حصل العكس لو بنها هي اللي طلعت الجونة فرقة أخير الدوري الدرجة التانية أضعف خط هجوم وتاني أضعف خط دفاع بعد النصر لو هي اللي طلعت الجونة من كاس مصر فرقة أخيرة دوري الدرجة التانية بتطلع فرقة العاشر في الدوري الممتاز هتبقى مفجأة ولا مش مفجأة فبالتأكيد هتبقى مفجأة إذن الضغط العصبي على الجونة وعلى كابتن ريدا شحاتة وعلى كابتن محمد محسن أبو جريشة المساعد بتاعه فعلى الجونة الحذر وفي نفس الوقت أنه هو طبعا ما ياخدش الأمور باسترخاء ويبقى ضامن المباراة لأنه زي معمرة قال بتتكلم على فرقة طلعت ألمازة وبعد كده طلعت البلاستيك وبعد كده طلعت الترسانة أخيرا من الترسانة يعني سبحان الله ألمازة والبلاستيك الاتنين بنفس النتيجة أربعة تلاتة برقلات الترجيح خلصت المباراة في التسعين دقيقة أمام الترسانة فأنت بتتكلم أنها برضو فرقة الترسانة صحيح أنها في القسم الثاني لكن برضو يظل اسم الترسانة اسم كبير في عالم كورت القدم فإذا بنها ما هابتش ما كانش عندها هيبة أو رهبة اسم الترسانة ومع ذلك أطاحوا بالترسانة خارج كاس مصر فعلى الجونة الحذر يعني زي ما بقول بنها ما عنداش حاجة تبكي عليها ترجمة نانسي قنقر